بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لأول مرة ومن حوالي عشر سنوات الأسد يتصل بملك الأردن ويتكلمه مع بعض هاتفيا ومن حوالي شهر كان فيه وفد سوري كمان زاروا الأردن وكده ففيه تطورات كبيرة في الموضوع بتؤكد وجهة النظر بتاع الفيديو اللي فات ممكن تشوفه عشان ما عود شعيد الكلام من جانب تاني قبر الصرومية يا سيدي قالت ان هي هتعمل تنقيب عن الغاز في المياه اللي هي بتاعتها هي وفي الحقيقة هذه المياه ما بين تركيا وما بين قبرص التركية يعني باختصار هو تعدي على الجرف القاري للأتراك بشكل أو بآخر طبعا وزير الدفاع التركي قال سنرد بحسم وحزم وهنرد ميدانيا على هذه التطورات لو حصلت وبعدين الموضوع دوت يعطي لك انطباعي انه مسألة قر شكل يعني يعطي لك انطباع ان الزعيم اللي بيدير المعركة ضد الأتراك بيضرابهم الوقتي من ناحية القبرصية الرومية وبيهدد بغزو سوريا وبعد كده الوصول إلى غزو المعارضة السورية وبعد كده الوصول إلى غزو تركيا نفسها وكمان ده بيتزامن مع انخفاض الليرة التركية وده بيدي لك انطباع تاني بسبب خروج المستثمرين وكده وكمان الاتصال مع ملك الأردن محدش يملك خيوط اللعبة دي كلها مع بعضيها في وقت واحد إلا الأمريكان الأوروبيين الوحديهم ما يقدروش ممكن يساعدوا ممكن يدعموا قبرص الرومية ممكن يعملوا حاجات زي كده لكن لما اتدخل فيها الحرب الاقتصادية واتدخل فيها كمان الأردن ودعم بشار ده لو كان هيدعموا فعلا يبقى انت لازم تعرف ان الأمريكان في عمق اللعبة خليني في عشرين سنة كده أقول للإخوة الجدد ان مستقبل سيطرة أمريكا على العالم مرتبط بانهم يرجعوا يسيطروا على تركيا مرة تانية تركيا بعد فشل الانقلاب العسكري في تركيا بعد فشل الانقلاب دوت يا ابو الشباب أمريكا فقدت كل السيطرة في تركيا يعني السيطرة هي في الأصل العسكرية وبالتالي حكومة أردغان المدنية بدأت ان هي تدور على مصالح بلدها فحط في اعتبارك الموضوع دوت خلينا نناقش موضوع اتصال الأسد بملك الأردن أقولك هو في احتمالين في الحقيقة في احتمال ان الأسد وروسيا بيتأمرون على الأردن وعلى الناتو العربي اللي أنا كلمتكم عليه في الفيديو اللي فات ده احتمال مش قليل على فكرة لأن جوه في سوريا في قواعد روسية وفي قوات روسية وفي تقنية عسكرية كبيرة روسية وكده فممكن الأسد يقول للملك عبدالله أيوة وأنا هبقى مع أمريكا وكده وأنا هدين الروس وأعمل ومش عارفه وبعد كده التاني ملك عبدالله بقى يطمئنه كده وتبدأ أمريكا تدخل جيوش البغاء الحكام العرب إلى سوريا عن طريق الأردن وبالطريقة دية هتكون يا بالشباب ضربة موجعة للجيوش العربية كلها مكتمعة مع بعضيها وهيحصل تمردات خد بالك يا شباب إن الهزيمة مش إن جيش يضرب جيش لحد ما يخلص عليه تبقى كده هزيمة لا الهزيمة ديها أشكال كتير أنا هقولك الهزيمة هنا إيه إن الجيوش العربية ما عندهاش عقيدة قتالية الجيوش العربية شغالة على قانون العصابة الجيوش العربية عبارة عن مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق والحشاشين لبسين بدل ووغدين نشانات وعملين أمور ديك لكن في الحقيقة هم ما عندهم شي شيء يقتلوا عليه فصنف من هذا البشر لما بيقاتل طول ما هم منتصرين بيقسموا الغنائم ممكن يختلفوا شوية على الغنائم ويطمعوا ده كذا لكن في النهاية بتتأسم بينهم بناء على قوة كل واحد فيهم لكن لما بتحصل هزائم يا بو الشباب كل الجيش ده بيتكسر وبينقلب على القادة بتوعه وبيخرب الدنيا وبتبقى هزيمة الدولة في الحقيقة مش جاية من عدوها الأساسي إنما هزيمة الدولة جاية من إن الجيش بتاعها بينقلب عليها وبينقلب على القادة وقانون العصابة بيفركش الدنيا والدولة بتتفكك وشفنا المنظر ده في دول كتير وخليني أركز في موضوعي فصورة إن بشار الأسد يتآمر مع الروس اللي هم أسياده في الحقيقة ويسمح ويخدع الأردنيين اللي هيخدعوا الدول العربية كلها ويدخلوا قوات تكسر كلها في سوريا وكده ده صورة من الصور ممكن تحصل خد بالك إن الموضوع اللي كانوا عايزين يعملوه في السيسي في السودان من كم شغل أفكرك لما السيسي يهدد وقال اللي عايز يقرب يقرب وكان بيتكلم على أسيوبيا وكده والسودانيين كانوا سقنين معاه وبيقولوله أيوة وإحنا هنخش ونحارب أسيوبيا مع بعض لو إن هي يعني رفضت إن هي تعمل اتفاق ملزم بالنسبة للموضوع المياه وكده ده كان الصراع اللي هو الظاهر لكن السيسي بعد كده خاف والأمريكان مرضيوش دخلوا السيسي السودان لأن هم كانوا عارفين إن الجيش المصري هيخش السودان على إن هو رايح يحارب أسيوبيا بس هم مش ضمنين إن الجيش السوداني يغضر بالجيش المصري عن طريق عصابات مرة وعن طريق تمردات مرة وعن طريق الدولة العميقة بتاع عمر البشير مرة يعني كان المخطط إن هم يدخلوا الجيش المصري جوه السوداني يصفوه ولما يتصفه ينقلب على السيسي وكانت مصر كلها تتغير أعتقد إنها تتغير إلى الأحسن طبعا لإنها كانتها تخلص من كلاب الحراسة اللي بيحرص الصهينة ودبحنة فالمؤامرة كانت هناك روسية وهنا برضو روسية بس الأشكال تغيرت الاحتمال الثاني إن بشر الأسد يكون فعلا قرر إن هو يغير ولاءه ده هيدفع بوتين إن هو بنفسه هيدعم المعارضة السورية اللي موجودة في شمال سوريا وهيدي ضوء أخضر لتركيا هيقول لها خشي بقى نظفي العالم ده كله وعايزين إن إحنا ضمانات يعني بوتين هيطلب مقابل ومقابل ليس بالقليل لكن مهما تدي البوتين مقابل أقل بكثير من الجرام بتاع بشار الأسد وأقل بكثير من التهديدات اللي تجيلك من الأردن عن طريق الملك عبد الله اللي هو عميل الصهيونية الأول في المنطقة وكده ويعني أقل من كل نحية وبعدين هتبدأ إنك إنت تحاصر إسرائيل ويمكن تصفيها وتخلص منها وإن ما قدرتش تصفيها وتخلص منها الوقتي هيجي وقتها بعدين وهتركع أمريكا يعني هيكون أحسن بكثير طبعا قبل ما أكمل معاك بقى ما تنساش تعملنا إعجاب بالفيديو وتشوف الفيديو من البداية للنهاية عشان تدعمه والإخوة الجدد يشتركوا في القناة والإخوة جميعا يفعلوا جرس الإشعارات ليصلكم الجديد وجزاكم الله خيرا خلصنا كده من التفسير بتاع موضوع اتصال الأسد بملك الأردن كل واحد فيهم بيجزب على التاني في الحقيقة ما فيش واحد فيهم يملك أمر نفسه في الحقيقة هي مؤامرات روسية بينفزها بشار أو مؤامرات أمريكية بينفزها أمريكا الأردن وخليني أخش على موضوع الليرة وبعد كده هاختم معاك بموضوع قبرص الرومية موضوع الليرة يا بو الشباب ده أنت لما تشوف عملة بلد بتنهار بيتهيألك أن اقتصاد البلد بينهار اقتصاد البلد بينهار واحدة من علاماته أن عملة البلد بتنهار ولكن هناك علامات تانية العلامات تانية إيه اللي هو أن تطلع أنك أنت في السوق تلاقي السلع نقصة وتلاقي المرتب بتاعك مش مكفي وتلاقي الحكومة مش قادرة تعوض لك الناقص في السلع وتلاقي الاستراض ضعف وتلاقي السلع المستوردة سعرها بقى جنوني وتلاقي أمور كتير جدا كل هذه المواصفات مش موجودة في تركيا في الحقيقة أن الليرة بتنزل بسبب أنه أردغان خفض الفائدة وفيه مستثمرين بيمشوا وأردغان أصلا بيقول من ناحية يقولك احنا بندعو المستثمرين لتركيا ومن ناحية تانية بيطفش المستثمرين من تركيا ازاي الكلام ده خليك معايا فيه مستثمر بييجي تركيا يعمل منشأة ويعمل شركة والناس تشتغل وتبدأ الأمور تنضبط وتبدأ الأمور تشتغل وتبدأ الأحوال تبقى كويسة ويبدأ يصنع ويبدأ يصدر فالمستثمر ده هو اللي أردغان عايزه ليه؟ لأنه هو في نهاية المطاف بيوفر فرص عمل وفي نهاية المطاف بيدخل دولارات سواء من إنشاء الشركة بيدخل رأس مال كبير وبعد كده من تصدير السلع بيدخل كمان عملة صعبة كتير وبيدفع ضرائب يعني بيفيد البلد وبيستفيد من البلد فده المستثمر اللي أردغان عايزه فيه مستثمر تاني أصلا هو في الحقيقة مش مستثمر هو لص إزاي هو لص؟ هو بيخش جوه بيلعب في المضاربات وبيلعب في الأوراق المالية وبيلعب في الربا وبيلعب في الجانب المظلم من التجارة ومن البرصة ويشتري شركة والشركة دي يبدأ أنه يعمل لها دعاية قوية وبعد كده يعمل تقارير كاذبة للبرصة والموضوع ده على فكرة عايز بقى حلقة الوحدي ويعمل تقارير كاذبة للبرصة والأسهم بتاعته وتطلع في البرصة ويبيع وبعد كده يبدأ يعمل تقارير تاني قاتمة وسوداء للبرصة وبالتالي الأسهم بتاعته تنزل يرجع ليشتري الأسهم تاني يعني باختصار حرامي أنت تخيل واحد ييجي يقول لك العربية بتاعتي ديت مثلا تساوي مثلا 40 ألف دولار ليه عم؟ يقول لك لأن العربية ديت فيها كذا وكذا ومركتها كذا ويبدأ يعمل لك كل المواصفات الجميلة فيها فأنت تدفع لـ 40 ألف دولار وتأخذ العربية وتبقى فرحان وبعد كده يلف يبعت لك واحد نصاب حرامي تاني يقول لك آه العربية دي جميلة وكل حاجة أنت رفعت فيها كام؟ يقول له 40 ألف دولار يقول لك سعر مناسب جدا وبتاع بس خليني أعمل لك كشف عليها وكشف على الأوراق يقول لك خوش العربية دي كتعملها حدث قبل كده والعربية ديت فيها وصفتها ونعتها هي في حالتها الجيدة تساوي 40 ألف لكن في حالتها ديت لا تساوي أكتر من 20 ألف فأنت بعد كده تزعل وكذا ومش عارفية تدور على اللي بعلك العربية ما تلقاه شي النصاب اللي قدامك ده يقول لك ما استشرتنيش ليه ويلومك وبتاع ويمشي وبعد كده يبعت لك واحد تالت كل دي عصابة مع بعضيها يا جماعة ويبدأ يفصلك في ثمن العربية يقول لك أدي لك فيها 20 ألف أديك 25 ألف أديك مثلا 30 ألف فأنت تفرح يبقى أنت خفطت الخزائر بتاعتك يعني دفعت 40 ألف فخدتهم 30 ألف وفي الحقيقة العربية يعني ما تكونش فيها أي مشكلة ولا فيها أي حاجة المستثمر بيتلاعب بسمعة الشركة في البورصة بهذه الطريقة وبيبدأ أنه ينهب الناس بهذه الطريقة في مستثمر تاني كمان أردغان مش عايزه إيه هو المستثمر ده المستثمر اللي جاي عايز يطلع سروات طبيعية من الأراضي التركية وبعد كده يبيع السروات الطبيعية ديت ويشغلوا شوط عمال وبعد كده يبدأ يدفع شوط ضرائب طب أردغان أصلا مش محتاج ده أصلا ابتداء ولا أعتقد أن القانون التركي بيسمح بشيء مثل هذا أصلا لأنهم عندهم التقنية بتاعتهم وكده بس أنا أكلمك على نوعيات المستثمرين المستثمر اللي هو ممكن يبني ويفيد ويستفيد والمستثمر التاني أو الصنف التاني اللي هو اللص واللص اللي بقى طلعوا وحطوا تحت بنوت كتير أنا شرحت لك حالتين منهم لكن في الحقيقة في عشرات الحالات الخلاصة انخفاض الليرة التركية لا يعكس ضعف الاقتصال التركي أنت شوف الوقت التصادرات التركية وصلت إلى أرقام قياسية كبيرة جدا في السنة دي برغم كورونا يعني في الربع الأول والربع التاني من السنة دي وفي السنة اللي فاتت وفيه ده بقى تقيص عليه ويعطي لك مدى قوة الاقتصاد التركي من ناحية تانية المواطن جوه شايف كل حكته كل أموره مزبوطة ماهوش الآن من أي حاجة ولا فيه أي نقص في أي سلع ولا كده وبالتالي الموضوع ده يعكس لك قوة الاقتصاد على فكرة أردغان هو أعلنها صريحة قال أنا عدو الفائدة اللي هي الربا الناس بتعتقد أنه عدو الفائدة من ناحية الدينية فقط وكل مسلم عدو للربا طبعا لأن الله سبحانه وتعالى محق الربا وبالتالي علينا كلنا أن نبغض هذه الطريقة في المعاملات التجارية لكن أردغان كذلك فوق الموضوع ده بقى يعني فوق المسألة العقائدية هو شاف أضرارها الحقيقية على الاقتصاد لذلك كل شوية يعمل إزاي يخفض في موضوع الفائدة فلما يخفض في موضوع الفائدة تبدأ المستثمرين اللي بتشتير أوراق مالية عايزة تمشي في ستين ألف داهية مع السلامة أنا أعتقد إن شاء الله أن أردغان سيتخلص منهم قريبا بإذن الله رب العالمين طبعا مش عايزة أخش كتير في الاقتصاد لأنه كمان في أسئلة مهمة ليه هي الدول الأكثر ثراءا هي الأكثر ديونا يعني أنت تيجي تلاقي أمريكا عليها 25 تريليون وهي المفروض أن هي أغنى دولة في العالم من حيث دخل الأفراد اليابان مش عارف عليها 9 تريليون الأرقام جنونية لإنجليز 13 تريليون ده مش عارف مين ألمانيا نفسها يا راجل مش عارف كم تريليون تركيا نفسها عليها نصف تريليون أعتقد 470 مليار أو شيء من هذا القبيل طبعا لي عايزة حلقة لوحدية أنا مش موضوعي الوقتي أنا بتكلم في صراع المنطقة وخليني أنتقل بقى إلى الفقرة الأخيرة في الفيديو وهي بقى الصراع بين تركيا وقبرص الرومية المدعومة من اليونان باختصار صراع قبرص الرومية مع تركيا ومع قبرص التركية في آن واحد ده يفكرك يعني كأن في فقر عماد يتصارع مع اتنين من الوحوش الكبار طبعا تركيا عندها حلم كبير ومش عايزة تنجر لمعارك لكن تركيا هددت فعلا بالحسم العسكري لو الموضوع تطور وكده بتحاول تاخد إجراءات في الأمم المتحدة وتلتزم بالمسائل دي وكده لكن عند الضرورة هيطردوا سفن التنقيب بتاع قبرص الرومية بدون شك اللي هم طردوا البوارج الفرنسية قبل كده واحددوا البوارج الفرنسية في شرق المتوسط إن هي تعترض السفن التركية فهل هو من المنطق إن قبرص الرومية اللي هي يعني نقطة مش بينة على الخريطة خالص إن هي تخش في التحدي مع تركيا المسألة مش منطقية هي عندها دعم يوناني والدعم اليوناني كمان عنده تطمينات من أمريكا يعني باختصار هو تصليت أمريكي يعني باختصار أمريكا على التلت محاور المحورين اللي فاتوا والمحور دوت كذلك مضموم عليهم ومنضم إليهم وهو مسألة إزعاج وتهديد لتركيا عشان ترضخ للشروط الأمريكية وتفضل التواصل والاتفاق مع أمريكا عنه من الروس وكده وأردوغان مش هيرضخ أجب لكم من الآخر أردوغان مش هيرضخ إن شاء الله رب العالمين أردوغان عنده مصالح قوية وبيستفيد من روسيا فوائد عسكرية وتقنية وسلاح والحزب بتاعه قوي وما هوش مضطر إنه هو يرضخ للأمريكان في بعض الإخوة بيقولولي لا تنسى إن تركيا من الناتو كده أنا أقول لك الناتو نفسه يا جماعة هو على خانون العصابة أصلا ماكرون لما لقى إن الناتو يعني مش قادر يحميه في مستعمرات بتاعته في أفريقيا قال لك خلاص الناتو ده يعني أكل عليه الدار وشرب وأصبح ميت إكلينيكيا ومش قادر يتصدى لحد يقصد روسيا طبعا وكده لأن ما لي راح تتعاقدت مع الفاغنر يعني باختصار الروس بوزوا المستعمرات الفرنسية في عمق إفريقيا واحدة ورد تانية لسه طبعا في حاجات لكن كلها جاية على السير وكلها جاية في الدور إن شاء الله رب العالمين فماكرون لقى إنه ما ليش مصلحة مع الناتو قال لك خلاص يعني خلينا نسيب إنه فكنا منه الناتو على قانون العصابة أعضاء العصابة هتستفيد هيكملوا مع بعضهم العضو بتاع العصابة اللي مش هيستفيد هيخرج من الموضوع أنا تفسيري لللي بيحصل من قبرص الرومية واليونان هو مجرد ضغوط ومضايقات مش أكتر من كده وتهديدات طبعا من الأمريكان بقى في غرف المخابرات المظلمة وهنعمل في تركيا وهنسوي وهنحارب وهنصلت عليكم العرب وهنصلت عليكم القبارسة وهنصلت عليكم اليونانيين وهنحصركم وهنعمل وكذا وطبعا أردغان ما بيكلش من الكلام ده وما بيقبلش تهديدات أردغان عارف هو بيعمل إيه وعارف إن أمريكا بالذات عايز إيه وعارف التمن اللي المفروض أمريكا تدفع طب أردغان عايز من الأمريكان أردغان عايز من الأمريكان يخرجه من المنطقة وعايز الروس كمان يخرجه من المنطقة وبيضرب الروس في الأمريكان وهو السياسة اللي بيتبعها أردغان هو إيه هو سياسة الخروج مقابل الخروج يعني الخروج الامريكي من المنطقة كلها مقابل الخروج الروسي من المنطقة كلها وبالتالي شعوب المنطقة لو تحضرت مسألة طبيعية ان هي هتروح تتقارب وتتحد مع الاتراك وبالطريقة دي هتقوم ولايات عربية يعني فيها نوع من العدالة حتى على اسص علمانية في البداية لكن بناء على رغبة الشعوب الاحزاب الاسلامية الحقيقية اللي مش هيكون حدي بيتلاعب بيها هي اللي هتفوس بعد كده وهتقلب الدستور الاسلامي وهتتقلب الولايات الاسلامية وبعد كده بقى يسموها الولايات المتحدة الاسلامية او الولايات الاسلامية المتحدة يعني باي شكل من الاشكال مش هتفرق التسمية سميها زي ما انت عايز لكن هو ده اللي فيه مخيلة اردوغان الخروج مقابل الخروج امريكا مش عايزة تغرق خلاص هو سيب الروس عليهم في البحر المتوسط وايران من الناحة التانية عملت دايق في الخليج من هناك ولو ان امريكا ما رضخدش لهذا الامر بس بمجرد سقوط السيسي كل انظمة الخليج هتسقط لان سقوط السيسي معناه التحكم في قناة السويس هيخرج من سيطرة الامريكان الى سيطرة الجديد اللي هيسيطر وده معناها ان امريكا مش هتقدر تبعد دعم للخليج في الوقت المناسب وده معناها ان دول الخليج دي كلها هتتساقط مثل اوراق الشجر مش هيقدروا يعملوا حاجة مش هيقدروا يحموا انفسهم هيعملوا زي كده انت شفت اللي حصل في افغانستان وعملين الشعلق في الطيارة كده هتلاقي محمد بن سلمان ومحمد بن زايد كل واحد فيه عملين شعلق في الطيارة ممكن تشوف منظر زي كده الفيديو طول ومش عايز اطول عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته